موسيقى اللي صر له كتير زمان هلا بالفترة الاخيرة صرنا عم نحكي فيه فمتل ما انك شايفت ديكورات اللي موجودة الى علاقة الالوان الها علاقة بالشاكرات كل لون له مكان معين في الوان لازم تكون بقط القعدة الوان لازم تكون بالدراسة علم الالوان علم كتير كبير وطاقة المكان طاقة كتير مهمة بنصيحة بسيطة دايما يكون عندنا توازن بالمكان بعيد عن الكراكيب قدر الامكان لانه الكراكيب بتعني كتير اشياء الكراكيب الموجودة ببيتنا هي موجودة بعقلنا فنحنا لازم ننظف اول باول هايدي الكراكيب من البيت مشان ترتاح عيننا بوجودنا بهذا المكان واذا كان عادي نحنا متأقلمين مع هاي الكراكيب فنحنا عنا قصة تانية لازم نحلها اللون الاخضر الوجود النباتات بالبيت كتير شي مهم هي شي من الطبيعة ولون الاخضر هو لون شاكر القلب بعلوم الطاقة الحيوية وشاكر القلب يعني الحب للمشروط بنستأنس فيها علميا هي بتاخد مننا ساني اكسيد الكربون وبتعطينا اكسوجين فهي حتى علميا بتساعد انه نفسيتنا تكون احسن بنعتي دايما نصيحة اذا كانت تعبان او من دعايق مسك شجرة او مسك بشى اخضر لانه هي بتسحب منك هاي الطاقة السلبية بالنسبة إلنا وانه هي نفسك من الهية إيجابية هذا التوازن اللي رب العالمين وضعنا فيه بالطبيعة بشكل عام بيوتنا أهم شيء تكون نظيفة تنظف البيت بشكل مستمر التهوية الشمس لنا الكراكيب بدنا نبعد عننا قدر الإمكان نبعد عن اللون الأحمر لأنه الأحمر إلو مكانه بمكان ما إلو أماكن خاصة فيه بد يكون داخله لون تاني كثير بنتبه أنه في بيوت لونه أحمر البيت كله لونه أحمر أحمر طاقة عالية نار سخب فيه هيك الشخص ممكن يكون سترس أغلب الوقت